ودي حكاية أنا حكيها لحضراتكم مهمة قوي لأنها كنت من الناس واحد أهلاوي الآن شوية من المطش الآن شوية من الظروف المحيطة بالموراء الآن شوية من جمهور الوداد لأن أنا ما روحت هناك مرتين حضرت المطشين للأهل هناك في ملعب الوداد في مركب محمد الخامس بجمهور الوداد بالضغط الكبير اللي بيحصل فأنا متخوف شوية كنت حريس قوي قوي أن أنا أحضر مران الأهل الأخير وبالمناسبة كنت حضرت ودي حاجة بحاول أتفاقل بها شوية رغم أنها يعني مش مقياس إطلاقا يعني لكا يوم مطش القمة يوم مطش الأهلي والزمالك في نهاية الكرن اللي احنا جسبناه بجن أفشد تاريخي من أهم الأهداف تاريخ النهاية الأهلي قبل مطش بيوم بالضبط طبعا كانت مران مغلق أنا من كتر قلقي ومن كتر أن أنا كنت يعني مش عارفة نام بقالي كذا يوم خدت أخي يا الله يا ساعتها ونزلنا روحنا النادي روحت النادي التمرين مغلق كان فيه حتة بس صغيرة كده مفتوحة من الباب اللي هو بيدخل منه اللعيبة اللي هو من جوة النادي مش اللي من بره وقفت تفرقت أبص بس مش عارفة شوف تمرين أنا عايش شوفه شوش اللعيبة عملة إزاي مستريحة ولا لأ مضغوطة ولا لأ الأنة ولا في سقة أنا بحب أطمن نفسي بالحاجات دي بصراحة نفس الموضوع أنا عملته وكنت حريص جدا أن أروح النادي يوم الثلاثة اللي فات ما كانش عندي حلقة فرحت النادي وقبل آخر مران قبل الصفر يعني المغرب يوم ما صفر يوم الأربع فرحت وحضرت واتكلمت مع أكتر من اللعيب ويعني كنت متواجد يعني اللي اهتمت دي قوي واللي أنا يعني طمنني بشكل كبير وطبعا دي قورة في الأول في الآخر مكسب وخسارة بس الواحد طمن شوية قبل المطش لما اتكلمت مع أكتر من اللعب وسألت بشكل مباشر كده جماعة المطش والضغوط والجماهير وكلام من ده قالوا جماهير إيه؟ تب تتكلم في إيه؟ إحنا الجمهور ده ده أحلى أجواء إحنا بنلعب فيها ده إحنا بنبقى مبسوطين قوي لما الملعب يبقى مليان حتى لو يعني طبعا لما يبقى الجمهور الأهلي بيبقى أحسن بكتير لكن لو أحدت الجمهور الخصم إحنا هنستغل لتواجد جمهور الوداد في صالحنا أنا سمعت الكلام ده فعلا والله من بقى اللعاب فأنا لما سمعت الكلام ده اطمنت وحبت أن أنا طمن حضراتكم اللعابة عندهم سكة كبيرة قوي 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 في نفسه عندهم يعني إيه؟ انتظار وتركب للمبارد بأجواءها واللعابة حتى الأساسي بالاحتياطي اللي مش ضامن أنه حيلعب نفسه يلعب نفسه يشارك حايز يبقى موجود في الملعب في الأجواء دي عايز يساهم مع الأهل أنه يجيب إيه؟ أهداف وبطولات تسطر تاريخ تالت بطولة على التوالي حيبقى إنجاز بصراحة رائع جدا